اشتركوا في القناة بالمباشر ضمن البوست الخاص بهذا الموضوع بالفكرة الثانية كما ذكرنا نحن نحكي بالأرقام مع الباحث بالدولية للمعلومات لأستاذ محمد شمس الدين مساء الخير أستاذ محمد مساء الخير لإيه لك مساء الخير لمشاهدي الأوتج يعني الحوار معك بيكون شيق لأنه عم نحكي وقاعة وأرقام مش ووجة نظر بس آخر فترة صلي المحبط لأنه كل الرأم بتاع اسنا زيادة طبعا بدي بلش أقول إنه يمكن أن نحكي عن أرقام محبطة لكن من دلنا متفقلين لأنه الحلول ممكنة لبنان بلد صغير وقدرين بتوافق بقرارات صحيحة نطلع من الأزمة اللي نحن فيها بالرغم من كل المؤشرات السلبية برجع بإلك لبنان بلد صغير بسكانه وبمساحته وبالتالي لو كل شيء رح أحكيه هلأ سلبي ومحبت لكن بدل عنا أمل ببكرة يعني هشي بوله أبنزيح المنبلز يعني يعني فيه واقع سيء وفيه حلول ما فيه يعني الواقع مش أنه قدر خلاص ومفروض مضوط بس بعدك من يشغلها الحلول كما أنا دايما بحكي وبكررة صرت لحد الملل أنه يمكن فيه مريض بيدخل العناية الفائقة مش كل مريض دخل العناية الفائقة لازم يطلع ميت لا بيدخل العناية الفائقة وبيتعالج وبيطلع صحيح وسليم وأحسن فعشان هيك برجع بقول فيه حلول وحلول ممكنة وبالتالي خلينا دايما متأملين بأنه فيه خلاص من الواقع السيء اللي نحن فيه طيب هلح نبلش إذا بذكر آخر مرة كنت فيها ضيفنا كان عاملين أنتوا بدولي المعلومات الدراسة اللي حكيتوا فيها عن مليون عاطر عن العمل بحلول الخريف نعم شو ماشي بعد حسب توقعاتكم الأرقام طبيعا يعني أنا بدي أقول شغلي إذا لبنان مصاب مثل بقية دول العالم بكورونا اللي هي فيروس طبي أو صحي يمكن نحن هلأ مصابين بفيروس اقتصادي اجتماعي اللي هو البطالي نعم وهيدا الأرقام اللي حكينا فيها لازلنا بل بعكس نحن كنا واضعين سيناريو هلأ برجع منذكر فيها السيناريو بالعكس الأيام والأسابيع اللي مرئت من وقتها لها هلأ بتأكد أنه هذا الشيء مع الأسف الشديد واصلين لإله برجع بذكر أنه نحن البطالي شغلي وأحصاء عادة العاطلين عن العمل وإيجاد فرص عمل شغلي كتير مهمة لكن مع الأسف كل الحكومات المتعاقبة لم تهتم بهذا الأمر طبعا في عندنا دراسة أن فيها الأحصاء المركزي بالعام الماضي قبل كل هذه الأزمة قدر نسبة البطالة بـ 11.6% من العاملين اللي هي منها طبيعية نعم ونحن كمان بالدولية للمعلومات وحتى غيرنا ما عندهم أرقام مسح عندهم بالعينات كنا عم نقول أنه نسبة البطالة هي 25% أي حوالي 350 ألف عاطلين عن العمل منذ حزيران حتى اليوم في 80 ألف فأدوا أعمالهم وبالتالي ارتفعنا إلى 430 ألف عاطلين عن العمل اللي بمثل 35% من حجم القوى العامل اليوم هذا الرأم نتيجة كورونا نتيجة استمرار الأزمة الاقتصادية بلشنا نشوف إقفال مؤسسات أو حتى صرف عمال يمكن مبارح أسبوع الماضي اتفاقها من الأمر بعد ما صار صرف مئات أو ألاف العمال من الجامعة الأمريكية وفيه كثير مؤسسات على الطريق فوضعنا سيناريو المليون عاطلين عن العمل الرأم الأساسي بهذا يعني نحن نحكي هلأ عن 430 ألف عاطلين عن العمل ممكن من هون لآخر السنة نوصل لرأم المليون في حال استمرت المؤشرات سلبية يعني في عنا نحن اليوم تبعا لإحصاءات منظمة العمل الدولية حوالي 195 مليون إنسان على مستوى العالم قد يفقدون وظيفهم نتيجة كورونا واللبنانيين اللي بيشتغلوا بره جزء من هذا الناس في عنا نحن حوالي 800 ألف لبناني بيشتغلوا بأوروبا وأفريقيا ودول الخليج العربي إذن في قصم من هون قد يكون ربعون بحدود 200 ألف يرجعوا إلى لبنان وينضمون إلى العاطلين عن العمل هذا الرأم الأكبر وهون يوين الخطورة أنه هون رح يرجعوا أموال موجودة بالمصارف لا قدرين يستعملوا الأموال اللي يعملوا استثمارات ويشتغلوا ويشغلوا وغيرهم وبالتالي رح يكونوا مشكلة إضافية وبلشنا نشوف هلأ بعد ما فتح المطار في ألاف من العائدين من خلال عم نشوفه عوسائل الإعلام ألاف العائدين لأنه فقدوا فرص عمل محل مكانه ومعد عندهم سبب يبقوا بره رجعوا إلى لبنان وهذا الأمر مع الأسف ممكن نشهد مزيد لإله بالأشهر القادمي في عنا الرأم الثاني هو اللبناني اللي كان هو إذا بدك اللي بيسافروا لا يشتغلوا البيهاجوا لا يشتغلوا سنة الماضية كنا عم نحكي عن 66 ألف السنة القبلة عن 33 ألف اليوم فرص العمل صارت مسكرة بالخارج إذن هؤلاء سينضمون إلى القافلة العاطلين عن العمل هؤ من اللي بيتخرجوا كل سنة عم نحكي في منهم بيتخرجوا ومن بيفقد عملهم كان يسافر يعني في عنا 30 ألف بيتخرجوا وفي قصهم تاني كان بيفقد عمله أو يبحث عن فرصة عمل بره هؤلاء رح ينضموا للعاطلين عن العمل يعني عنا 430 ألف الرقم الأساسي 200 ألف ممكن يجوا من بره وفي عنا 60 ألف اللي كانوا يهاجروا يسافروا بحثا عن فرصة عمل كمان هؤلاء صارت ظروف سافروا للبحث عن فرصة عمل ديئة جدا جدا ينضاف لهذا الرقم اليوم ما يشهدوا القطاع التربوي القطاع التعليم الخاص لأنه اليوم في ناس مش قادرة تدفع في مدارس رح تسكر وفي صفر رح تسكر وبالتالي نحنا منقول من 10 إلى 15 ألف يفقدوا عملهم من هون لألول وبالتالي ينضموا إلى العاطلين عن العمل في عنا القطاع المصرفي اللي هو القطاع كان يوظف ألف أو ألف ومئتين إنسان بالشهر بالسنة عفوا عدد العاملين هو 26 ألف كمان اليوم عم نحكي عن دمج مرصرفي وهيكلة مصارف في عنا كمان بحدود العشر تلاف ممكن ينضموا في عنا الموجة الكبيرة هي بالقطاع السياحي والفندقي اللي أعاد الفتح لكن الأشغال مش بالمستوى الكلف وبالتالي لكل ناطر لألول إذا بقي الوضع مثل ما هو حيسكر في عنا بحدود الخمسين ألف سينضموا إلى هذا الأمر في عنا كمان القطاع البنى اليوم وقت لو قفت القروض السكنية ارتفعت مواد البنى لأنه كلها مستوردة منشوف فيه جمود وبالتالي في أكتر من خمسين ألف لبناني غير اللبنانيين يعملون بهذا القطاع كمان هادي سينضموا خمسين قطاع يعني النجار والحدار محكي المرضبطين فيهم وفي عنا المحلات الصغيرة اللي بتبيع ألبسي وأحزي اللي ارتفعت أسعارها واللبناني ما عاش عنده قدرة يشتريها وبالتالي هادي مش حيقدر يتحملوا أجار وبالتالي واصلين لهذا هون رح نقول ارتفاع الأسعار والقدرة الشرائية عند الهدوانيين هذا الخطر الكبير أنا عم قول منه قدر واصلين لهون مع الأسف هذا سيناريو نوضع على مؤشرات اقتصادية عم نعيشها وبالتالي ممكن نغير المسار بس مع الأسف لحد الآن ماشيين بهذا المسار بمقابل البطالة اللي عم ترتفع في عنا كمان ارتفاع بالأسعار وانعدام بالقدرة الشرائية عم تتأكل عندهم بس قبل ما أدخل بالأسعار نحن وقت اللي بنحكي بطالة يعني في ناس ما عاش عندهم دخل بدنا نقدي إلى شيء حتمي وطبيعي هو ارتفاع نسبة الفقر اليوم تركيبة المجتمع اللبناني من سنوات كانت هي 5% هن أسرياء وأغنياء في عنا 70% هي الطبقة المتوسطة وفي عنا 25% هي الطبقة الفقيرة من بيناتهم 10% كانوا اللي بعيشوا دون خط الفقر إذن هذه التركيبة من سنتين والآن وخصوصا بعد كولونا تغيرت جزريا بحيث أن 5% الأغنياء والأسرياء بعدهم طبقة الوسطة تآكلت بحيث ارتفعت نسبة الفقراء صارنا عم نحكي عن 55% من الشعب اللبناني هم من الفقراء يعني من السبعين بحيث تقريبا السبعين الشيء 30% راحوا على الفقر وبالتالي هؤل 55% فقراء يعني عم نحكي عن ما إذا عم نقول فيه بلبنان 4200 ألف لبناني فيه مليونين ومئة ألف لبناني هم من الفقراء هؤل الفقراء فينا نقصون لأسماين في عنا مليون لبناني يعيشون دون خط الفقر شو يعني دون خط الفقر يعني بيشتغلوا المصاري اللي بيطلعون ما بيكفون ليشتروا غزاء صحي وسليم وكافي عم ياكلوا مش عم قول جوع ما في جوع برج عم قول مدنان ما في جوع يعني نخطط خبز بس ما بتغطي نحنا ما رح نوصل للجوع خلانكم ما رح نوصل للجوع وفي عنا 30% عيشون دون فوق خط الفقر يعني دخلهم بيكفي انه ياكلوا بشكل صحي وسليم لكن مستلزمات الحاليات الأخرى من سكن وطبابي وتعليم ولبس وغيره غير متوفر إذن هذا رقم خطير هلأ بيسألني البعض انه شو عم تحقوا انتو كيف 55% من الشعب اللبناني فقراء روح على المطاعم ملياني لا هوني نحن هون 5% يعني نحن عم نحكي عن 5% من 4 مليونين عم نحكي عن 200 ألف هوني بيعملوا الحركة بلبنان فاللي بدي يشوف الفقر ما بدي يجي على بيروت بدي يروح على عكار بدي يروح على الهرميل بدي يروح على الضنية بدي يروح على البيئة الغربي بدي يروح على ضواحي بيروت القريبة حتى ببرج حمود والنبعة وغيره وغيره فإذن في مظهر بلبنان في 200 ألف لبناني عم يعملوا مظاهر سراء بس في مليونين لبناني بدي يوم حسناك فكرة تقريبا لما نحكي عن الغذاء الكافي والصحي لعائلة من 5 أشخاص قده اليوم صار كلفة عم نحكي هيدا الشيء اللي اختلف اليوم مع ارتفاع الأسعار قبل الأزمة بحزيران 2019 كانت السلة الغذائية والاستهلاكية امتها الشهرية 450 ألف ليرة اوكي فيك ترفع على مليون سلة لمين لخمس أفراد يعني بيهمهم ثلاثة أولاد تماما تتضمن السلة عفوا الغذائية والاستهلاكية الأساسية والضرورية هيدا السلة ارتفعت بآخر السنة يعني بآخر 2019 لخمسمية وستين ألف ليرة بأيار لثمانمائة ألف ليرة وهلأ لمليون ليرة يعني ارتفعت بنسبة 122% وهذا شيء كتير كبير بهالفترة الزمنية يعني بغضون سنة ارتفعت الأسعار 122% وكلنا منلمسها في بعض بيقول لك يمكن أكتر لا هم نحكي علم هلا هيدا السلع الأساسية في سلع غير أساسية ارتفعت سلع أسعار أكتر بس هم نحكي أكل ومواد استهلاكية هيدا اللي حصل خلال هالفترة السنة معنى مفروضكم فيه دعم كان للسلع بعد السلع بعد الدعم بعدنا ما شفناه على الأرض بعده على الورق عمين حكي فيه بعد ما شفناه بيقولوا جمعة معنى لازم نكون بلش أنا يعني لحد الآن من خلال متابعة بالسوبر ماركت وبالأسواء بعد ما لمسناه بشكل جدي يمكن بده وقت ما بدي أحكم على شيء بعد مصر فإذا هالأسعار ارتفعت الرواتب أكيد ما ارتفعت وتعرف أنت 95% من الشعب اللبناني يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية هالرواتب تآكلت إذا بدنا نوقف يعني ارتفعت الأسعار ارتفاع الدولار تآكلت كل هذه الأسعار اليوم عفوا الأجور اليوم الحد الأدنى الأجور محدد ب675 ألف ليرة يعني مكان يعني ألو 100 دولار مكان يوازي 450 دولار اليوم إذا بدنا نحسبه على 4000 ليرة الدولار صارت بتساوي 168 دولار يعني 62 إذا بنحسبه على السوق السوداء صار بيساوي 84 دولار صور أنت الحد الأدنى للأجور بلبنان صار 84 دولار يعني صار من أرخص الدول بالعالم وهيدي في صعوبة اليوم نحن نعدل هايدي الأسعار بلشنا عفوا الأجور بلشنا نسمع اليوم نحن عن تعديل الأجور أي تعديل للأجور في هذا الواقع هو غلط لازم نحاول نرجع نعيد الاستقرار لسعر صرف الليرة على رأم معين ما كتير عالي لحتى نعيد وكل ما يجب يعني هاي الفكرة قبل ما نبحث برفع حد الأدنى للأجور يعني في ناس تشغل نص معاش في ناس تشغل معا طبعا اليوم في كمان برجع بقول ما في مسح في عينات في عندنا 220 ألف إنسان شي عم يقبض ربع معاش شي نص معاش شي ثلاثة ربع معاش وهو دي ما منعرف شو المستقبل رح يكون بالأشوال القادمة إذن في وضع صعب الدولة أكيد ما قادر تدفع القطاع الخاص كمان ما قادر يدفع فإذن صرنا بوضع كتير صعب إنه القدرة الشرائية تآكلت الرواتب والأجور تآكلت وما في أي إمكانية لتعديل الأسعار على الأقل مش بنسبة لو بربع الارتفاعين إذا الأسعار ارتفعت 122% ما فينا نعدل الأجور بنفس النسبة ولا بربع بالمية حتى فإذن نحن قدام معضلة خطيرة أجور بدأت تبقى جامدة وأسعار ارتفعت ب122% ما شكل اليوم نخاف إذا رفعوا الأجور ترجع ترتفع الأسعار ما هي هيصير رفع تميعي هيدا فعشان هيك أنا بقول بدنا نبلش نفكر بحلول جديدة تخفف الضغط على مصاريف الأسر وهون في مثل شو هيدا الحلول يعني مثلا نقول النقل المشترك نعم اليوم البنزين والسيارة اليوم السيارات تستهلك أسم كبير من دخل الأسر خصوصا أنه كل قطع الغيار ارتفعت اليوم أي عطل بالسيارة بدأت تصلحه بكلفك مليون يعني عطل الغيار زيت غيار بكلفك مليون فإذا نحن بدنا نبلش نخفف استهلاك السيارة واستعمال السيارة الخاصة هذا الشي غير ممكن بغياب خطة للنقل المشترك وقتل بيصير عنا خطة للنقل المشترك وهذا الأمر ممكن ينعمل بشكل سريع ومن دون كلفة كبيرة منبلش نقول للبناني هذا جزء من المصاري اللي كنت تخصصها على السيارة بنزين وتصليحات رح تفيد تستغني على هذا محل كتير مهم بموضوع التعليم كمان اليوم يمكن أكيد كل سنة يقولوا في هجمي على المدرسة الرسمية ما كنا نصدق أكيد السنة رح يكون في هجمي على المدرسة الرسمية وهون الدولة قادرة من خلال إدارة جيدة تحسن وضع المدرسة الرسمية وبالتالي تخفف عن كاهل اللبنانيين اللي بيدفعوا أقصات هائلة بالمدارسة الخاصة في عنا موضوع كمان كتير مهم اللي هو موضوع الكهرباء نحن اليوم نعرف أنه كلنا سوا عم ندفع على الكهرباء هالقدي شي صغير وعم ندفع على الممالدات شي كبير فبالتالي أي إصلاح بموضوع الكهرباء وتأمين التيار الكهربائي كمان بخفف عن الأسرة انفاق 100 إلى 150 ألف ليرة بالحد الأدنى شهريا على هالموضوع فإذا بنحسب نقل المشترك التعليم الكهرباء هوضي لوحدهم بشكل سريع قادرين يوفروا على كل أسرة اللبنانية 500 إلى 600 ألف ليرة شهريا بدأ منعطي زيادة 500 إلى 600 ألف ليرة شهريا على رات الموضوع نحن بدنا نبلش نفتكش بطريقة لأنه دايما دايما بكل لبنان دايما وقت بيكون فيه ارتفاع بالأسعار من زيادة الأجور وبالتالي بيصير تضخم لا نحن اليوم قدام ارتفاع بالأسعار في صعوبة بزيادة الأجور سواء لدى الدولة أو لدى القطاع الخاص إذن بدنا نفتش عن أمور بتضغط على الدخل كيف فينا نخففها وذكرت هذي تلات شغلات هلأ بشكل سريع كمان فيه حدا برح يجي يقولك كيف بدنا نحل هذه الأمور إن كان بالكهرباء وإن كان بالنقل العام ما إلى ذلك وبالدولة ما مع مصاري البيئوتي شوف نحكيناها نحن بالدولية المعلومات وعن عمل الدراسي عن هالموضوع هو إنه الحافلات أو الأوتوبيسات الموجودة هلأ اللي بيركوها الأفراد أو الشركات هاي دي الدولة تتواصل معهم وتحطهم ضمن خطة للنقل المشترك فالدولة ممكن تستأجر الحافلة والصاحبة يشتغل عليها كشوفير يعني بيقبض راتب بين أجار الحافلة طبعه وراتبه قسائق للحافلة وهي بتحدده الخطوط اللي بيمشي عليها فأنتي من دون ما تحط ولا ليرة بتنظيم قطاع عم يتسابها وإنتي اليوم إذا بطلع أنا بالفان من هون على الجنوب أو من هون على طرابوس أو من هون على شتورة بيكون كل فان رح يقتل التاني ويعمل حدث مشان عم يتقاتله على راكب فإذا نحنا وقتل من نظم هاي دي الخطوط ومنحط لك الواحد الخط اللي بيمشي عليها طبعا مع رقابة بغض النظر بيطلع راكب ولا بيطلع مية هو عنده أجار الفان وعنده أجار وقسائق إذا بنبلش ننظم من دون يعني الأمور مش لازم دايما نقول بدنا نحط مصاري الأمور ممكن ننظمها بما هي موجودة هلأ لحتى تكون حل اليوم مثل ما حكيتك المدارس الرسمية في عنا مدارس رسمية فيها مساحات كبيرة وفيها أسات زيكتار بس مع الأسف فيه إدارة غير صحيحة وبالتالي قادرين نحن نسمع فيه مدرسة رسمية كتير منيحة ومدرسة رسمية مش منيحة لأنه هنا فيه إدارة فإذا نحن قادرين عبر إدارة جيدة واختيار مديرين أكفاء لهالمدارس هاي دي نبلش نحسن المدرسة الرسمية ونقلص الاعتماد على المدرسة الخاصة لأنه هذا الشيء كتير مهم بموضوع الكهرباء كمان كلنا منعرف سبب أساسي هلأ من دول ما ندخل تلات معامل ولا معملين ولا فيول ولا بواخر من دول ما ندخل بكل هالنقاش فيه أزمة كبيرة بالكهرباء هي السرقة والتعليق السرقة والتعليق وقت اللي بيتاخذ أرار وقفتوا السرقة والتعليق حكما الاستهلاك رح يخف لأنه اليوم كل شيء ببلاش فيه التصرف منه كتير وقت اللي نحن بناخد أرار يلتزموا فيه كل القوة وكل الطواقف وكل المناطق لأنه مع الأسف في التقارير أنه الناس اللي مش عم تدفع كتير كبيرة بساعتها منبلش نخفف من عجز الكهرباء ونأمن كهرباء للناس قبل ما نوصل لنحكي بمعملين أو تلاتي خلينا نقول نحن حاجتنا بلبنان مش متل ما عم بيقولوا حاجتنا بلبنان مبنية على واقع سرقة سرقة للطيار الكهربائي وقت اللي بيكون فيه تعرفة معادلة للكلفة وبيكون فيه وقف للسرقة حكما حاجتنا للكهرباء بتكون أقل مما عم يحكوا بالإذن من كل الخبراء بها المجال نحن عم نحكي أرقام بديهية تعرفة رخيصة سرقة الطيار إذن فيه استهلاك مرتفع تعمل تعرفة متوازنة حسب الكلفة بتوقف السرقة والتعليق وعدم الجباية حكما الاستهلاك بيخفض وبيصير بدك معامل أقل وبيصير فيه تيار أكبر لكل الناس فإذن بدل مسألة الكهرباء قرار قبل أي خطة تاني على كل حال من المعالجات فيها تكون كمان يعني راح تضل المعالجات مثل النقل المشترك الكهرباء والتعليم بس كمان حتى باليوميات المعيشية والأكل والشرب فينا نكون عم نخفف يمكن بعض الأمور من الصناعات الغذائية كيف ممكن تكون عم تتطور وتندعم بالإبنان لنخفف الكلفة مننا يمكن بالماء يعني هذه المرة عم بقرة دراسة بس أناني البلاستيك ده بتكلفنا لحتى نعب الماء بالأناني والسدات في عم نيك أستاذ روات في مسألة وحكيتها ومع الأسف مرجع بكررة بدنا نعيد النظر بطريقة الحياة يعني اليوم وبدنا تجار كمان تنعوا أنه لازم يخففوا أرباحهم ما حدا لازم يخسر أكيد ما حدا مننا كاريتاس الخبرية ما حدا لازم يخسر بس ما حدا كمان لازم يقبل أنه تستمر الأرباح الحالية أنا بدي أعطيك مثال وقلتها أنت نحن اليوم الخضار والفواكه إذا ما نروح بدنا نجيبها من المحل لحد بيتنا أو من السوبر ماركت منشوف أسعارها كتير غالية منروح على سوق الجملة منلاقيها أقل بنسبة كتير كتير أقل بنسبة 90% يعني الخيار البنادورة البصر كل هذا أسعاره بسوق الجملة خيصة كتير بسوق المفرق غالية فإذا لازم نحن يبلشوا التجار يقتنعوا أنه لازم يخففوا أرباحهم وحتى برجع بكررة لو حدا عم يقل صرت مكررة لحد الملع أنه نحن بالبنية منتفق مجموعة منروح اليوم منجيب صندوق تخيار صندوقت بنادورة صندوقت بطاطا منبيع على بعضنا بالبنية وبالتالي منوفر كل واحد بوفر 6-7000 ليرة تحسبها آخر الشهر تطلع 200-2000 ليرة إذن في حلول بدنا نبلش نفكر بحلول لهذه الأزمة حتى بموضوع الأكل والشرب بدنا نبلش نروح نشوف وين السوبر ماركت الأرخاص لأنه اليوم الأسعار مع الأسف كلنا بنعود بنحكي كل لبنانية حكايات لبعضنا هذه جبتها بهالأد وهذه جبتها بهالأد فإذا اليوم نحن قادرين نبلش نروح نشوف وين السوبر ماركت الأرخاص وندلي بعضنا حتى الناس تروح لهونيك تجيب هذا بيصير يبيع أكتر هذا كل عم بيغلي بيصير مضطر يرخص ونحن بالدورية للمعلومات بلشنا مشروع بهذا المجال أنه نطلع إذا بدك مثل بروشير شهري عن أبرز أو أهم 200 سلعة أساسية لرحيات نشوف كل واحد بكل سوبر ماركت وين هو ويتوزع ورقيا وانلاين لحتى الناس تعرف وين السلعة الأرخاص وبالتالي نعمل منافسة أنه مش كل واحد وبالتالي نعمل منافسة بين هالناس لنخفض الأسعار وبرجع أقول لك اليوم إذا كل واحد قدر يوفر بكل سلعة ألف ليرة أو ألف وخمسمائة ليرة بيطلع آخر الشهر قادر يوفر مئة ألف ليرة وهذا مبلغ كتير مهم للناس اللي بعد عم تقبط بالليرة اللبنانية صح على ذلك هذه المرة عملنا تجربة بين أربع سوبر ماركت بمنطقة وحدة لسل فيها عشر عشر غراب بدل ما نجيبهم كلهم من في السوبر ماركت شفنا بين الأربع وين الأرخص وجبنين تفرق عن جد ما يفوق عن الأربعين بالمئة أو تحديدا عن ثمانية وثلاثين بالمئة كان طبعا طبعا في سلعة يعني إذا بدي أقل لك مثلا هيك عسبيل المثال كيلو الجوز بشره بتروح بمحل هلا بتقل لي هذا مش أساسي لا هو أساسي إذا بدك بتروح بمحل بتلاقيه بأربعين ألف محل بتلاقيه بثلاثين ألف ومحل بتلاقيه بخمسة وعشرين ألف يعني فيه خمسة عشر ألف بالكيلو الواحد طب لا وكمان برجع بلك فيه أمور غير مفهومة يعني بسنا آآ ليش رتفعت الأسعار بهذا الشكل مع أنه منتج محلي أوكي ممكن تزيد لأنه المواطن زادت كل فيت معيشته بس مش بهذا الشكل الكبير جدا اللي عم تصير فيه الأسعار مزبوط طب كنا عم نحكي قبل شوية عن قطاع النقل بديفوت على موضوع اللي هو الاحتمال رفع الدعم عن المشتقات النفطية واقع سوء المحلوقات اليوم باللبنان عمليا حتى نقول الدولة من سنة 1991 تخلت عن قطاع استيراد المشتقات النفطية وصار بييد القطاع الخاص اللي هو إذا مقلنا 12 شركة بس فيه خمسة هن الأساسيات استنادا لأحصاءات العام 2019 لبنان استورد 11 مليون طن من المشتقات النفطية بقيمة 6.4 مليار دولار لهن بنزين 98 أكتان 173 مليون دولار بنزين 95 أكتان مليار و200 مليون دولار وهون يبدأ يتوقف لشير أنه في شيء منه طبيعي وقت اللي بتروح على المحطات بتشوف أنه البنزين 95 وبنزين 98 بنشوف أنه كميات 98 هنه بس 273 ألف طني يعني 173 مليون دولار يعني في شيء غلط يعني المحطات بما كان مع متبيعك 95 98 لأنه هيدا الاستيراد هاي يعني إذا هذا الشيء غلط بيكون في شيء مش طبيعي بنشوف المزوت 3.2 مليار دولار الفيول مليار و700 الغاز 138 مليون دولار كاروزين تايران 26 مليون دولار إذن هيدا الكلفة اليوم كانت الدولة بتفرض على كل صفيحة البنزين ما في علي ولا ضريبة في ضريبة على البنزين عفوا المزوت ما في علي ولا ضريبة البنزين في علي ضريبة بتتراوح حسب السعر 5.000 7.000 12.000 اليوم إذا بدنا ناخد الواقع الحالي إذا 20 لتر حقهم هنه 14.800 ليرة على 1500 يعني ما يوازي 9.7 دولار حق العشرين لتر يعني إذا بدنا ناخد ها على سعر 4000 بيطلع نحكي عن 38.000 الدولة عم تفرض ضرائب بحدود 7.400 فكل دولة في كل تانكة بنزين هلأ عم تنباع الدولة عم تخسر فيها 16.500 بدل ما تربح 7.000 هي حتى ضريبة بعدها فاضة 7.000 بس إذا بتحسب الكلفة على سعر الدولار 4.000 بتحسب من الضريبة اللي عم تاخدها بتطلع كل صفيحة بنزين هلأ مدعومة ب16.500 ليرة إذا نحن اعتبرنا أنه لبناني بيستهد هون عم تحسب على 4000 مش عم تحسب لا طبعا عم نحسب على 8.000 عم قل لك كل صفيحة بنزين هي حقها هلأ 9.70 سنت يعني على 1500 عم نحسبها بتطلع 14.000 ليرة على 4000 تطلع 38.000 فكل صفيحة بنزين هلأ عم تنباع مدعومة فعليا ب16.500 ليرة إذا عنا نقلنا لبنان عم يستهلك 125 مليون تانكي يعني كلفة الدعم 207 مليار ليرة المزود مثل ما قلنا مع لاي ضريبة مع لاي تفقى وعشان هيك بينحكي عن تهريب نحن كمان اليوم صفيحة البنزين حقها 27.700 على دولار 4000 عم تنباع أو عم تدفع عم نحكي على المزود 10.000 إذن كل صفيحة مزود مدعومة كمان ب17.200 ليرة إذا قلنا نحن لبنان عم يستهلك 310 مليون صفيحة يعني الكلفة الدعم 533 مليار ليرة هوني منشوف أنه 207 وال533 يعني صدنا عم نحكي عن 740 مليار ليرة كلفة دعم البنزين والمزود وهوني الغلط الكبير وبالتالي من الغلط أنه تستمر هذه المسألة اليوم في حلول مندعم السيارة العمومية مندعم بعدد معين من الصفايح السيارات الخاصة والبيئة لازم يكون سعر حر هذا ما بيصير إلا إذا فينا العام لأنه كمان الدولة ما فيها تقدر تستمر إلى ما شاء الله تدعم بهالمبلغ 700 بسيء هون المشكلة يعني طريقة الدعم اللي عم بتصير إن كان للكهرباء أو حتى للبنزين يعني بيستفيد منه هذا الدعم الغني أكثر طماما عشان هيك يعني عالة الفقير يا ما معه سيارة وبيتنقل تاكسي وسيرفيس يا بيكون هو عم جيب السيارة بفكر ده بتعمل بالتنكي وبيكون بالبات عشان هيك أنا عم أقول سياسة الدعم سواء للسليل غزائية أو للمحروقات مثل ما هو ماشي هلأ غلط كبير لأنه عم بيسيب كل الناس لا الدعم لازم يكون للفقراء والزوي الدخل المحدود مش للأغنياء فاليوم مثل ما اتفدرت إذا أنا سيارتي بتستحلك تاكسي بنزين كل 200 كيلومتر وغيري عنده سيارة بتعمل كل 100 كيلومتر بدا تاكسي بيصير عم ندعم الغني والفقير نفس الشي هذا غلط هذا أكبر غلط لذلك أنا بقول لابد بهاي الفترة يكون في دراسات لتوجيه الدعم للفقات المستهدفة مش لكل الناس طيب حكينا عن البطالة حكينا عن فرص العمل بس كمان في موضوع كتير أساسي اللي هو الناس اللي طلعوا على التقاعد أبضوا تعويض نهاية الخدمة اللي حطوا بالبانك أكلت ضرب ما قادر يسحبوا اللي تركوا بالليلة اللبنانية شاف أنه ما عاد يسوا شي ويمكن ما يضاينوا بقى سنة أو سنتين لقدم بالتالي عندكم أرام بهذا الموضوع عمليا اللي تركوا وظيفهم كلهم بأزمة مثل ما تفضلت في 25 ألف اللي هني مبكر أو الصرف من العمل وبالتالي كل هودة تعويضاتهم سواء كانت لدى الدولة أو لدى رضب العمل أو لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تآكلت وبالتالي الإنسان بعد يمكن 20 أو 25 سنة أو أكتر من الشغل وصل لمحال أنه طلع أخذ تعويضه 100 مليون ليرة طلع الميت مليون ليرة بساوي 10 ألف دولار اللي هو لا شيء إذا اضطر يشتري سيارة ما بيشتروله سيارة إذا اضطر يفوت على مستشفى ما بيكفوها وبالتالي هوني الجريمة الكبرى اللي حصلت بحق الناس لأنه بممكن الناس اللي بعدها بسن العمل قادرة تنتج بس المتقاعد اللي وصل لسن الأربعة وستين سنة وطلع شاف أنه ما عنده شيء آخر طنهار هيدا الكارسي الكبير اللي نحنا وقعنا فيها لذلك كل الحلول إذ لم يكن هناك إعادة نظر بهيدا الأمور اللي تآكلت نكون عم اللي عم نحكي فيه هون عم نحكي بعضنا بمعيشي واجتماعي بنسمع كل الناس قرفاني وكله الشيء بيقول لك كلهم يعني كلهم شيء لحق عايضة الفريق شيء لحق عايضة الفريق شيء عرفنا السياسيين شيء ما بنحضر طوك شو بقى وطلع دينا من السياسة بس على أرض الواقع عندك رأى الأم كيف تغيرت الولايات السياسية بعد هيدا المشهد اللي وصلنا إلى لا عمليا عملنا شيء بالدولية لمعلومات قبل شهرين وهناك فيه تغيير يعني فيه ناس إذا صارت الانتخابات قالت بتغير بس المشكلة إنه هذا التغيير ما أنه ما رح يكون بجهة وحدة وهذا اللي بدي أقوله يعني اليوم فيه مطالبة بإجراء انتخابات نيابية مبكرة كتير مهم وفيه ممكن نص الناس أو يرجعوا ما بدون ينتخبوا أو 25% ينتخبوا لجهات تانية بس هاي الجهات التانية قداش هي متنوعة بشتت الأصوات وبالتالي يعني نحن لو صارت الانتخابات هل على نفس القانون ممكن ما نشوف تغيير ليش لأنه القوى المعارضة ملنا موحدة ملنا موحدة وبالتالي هالكتلة 25% اللي تحولت اللي ممكن تعمل فرق رح تتوزع على طيارات كتير وبالتالي ما بيصير التغيير المطلوب لذلك إذا بد يصير فيه تغيير لابد من القوى المعارضة أنه تبلش توحد صفوفة لحتى يكون فيه تغيير هي توحي للبنانيين بالسئة من أجل حصول تغيير وأنا طبعا هلأ بكير لنحكها بس إذا بد يصير انتخابات مبكرة بتوقع يصير فيه أمرين المال رح يكون له دور كتير مهم وأساسي رح يكون كمان فيه ارتفاع بنسبة المقاطعة لأن الناس اليوم ما عاش مقتنعين بقوى السلطة يمكن في قصة ما عاش مقتنعين بقوى التغيير إذا ممكن يكون فيه ارتفاع اليوم نحن بانتخابات الـ 2018 نسبة المشاركة كانت 49.7 يمكن هالمرة ما تتعدى 30 أو 35% لأنه مثل ما أنت تفضلت أنه الناس إرفاني وما عاش واسقة بحدا ولا واسقة بشي حكي 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 ونبقى محلنا نعم اليوم في سؤال لقالك على تويتر دولية المعلومات عملتوا شي دراسات عن أداء هيدا الحكومي وداء التزمت بيانة الوزارة طبيعي نشر على الموقع الدولية المعلومات لا أكيد لا الموضوع موجود مش شي سر طيب بتذكرها بأرقامه أو أنا صراحة أنا مش حافظه يعني لو حدا قال لي كنت جبته معي بس أكيد موجود على موقع الدولية المعلومات وكل الناس تقدر تشوفه وتشوف بس تطلع في موضوعية بالموضوع ما بتغير يعني الموقع بيغير الرأي أبدا في حقيقة بتدلة موجودة ما عندي شك بس عم سألك لا أكيد أكيد وأنا لو لو بتقدر هلأ بتفتح بتفوت على موقع الدولية المعلومات بتشوف نتيجة الاستطلاع أنا مش حافظه مع الأسف موجود لكن ها أكيد ها بيقدر إذا بيقدر يطلعو لنا بالعكس بيكون شغلة كتير مهمة أنا مش حافظ النتيجة يمكن من آخر تقرير اللي عملتوه أو المنشورات الشهرية كان عنوانه مؤشرات 2019 بداية الانهيار مع علامة استفهام يعني اللي بيطلع على هيدا التقرير كان بديهة بالنسبة للسلطة اللي كانت مستلم الحكومة وانه جين على انهيار يعني تحكوا عن عدد السياح عن الحجم العمل اللي كان عم بيصير يعني كل الأمور بتفاصيل كنتوا عم تحكوا عنه وكان كلها مؤشرات انه مقارنة طبعين 2018 2019 عم 2020 على هيدا الوضع يلي وصلنا له وبالتالي كانت مبينة مبينة بعدين خلينا لك مثلا اليوم نحن عملنا دراسة كتير مهمة اخدنا شي كتير خطير هو عجز الميزان التجاري لانه اليوم كله عم بيقول لك روحوا على الصناعة والزراعة او الشي روحوا على الصناعة والزراعة ما بتصير بـ 24 ساعة هذا بدي يكون فيه مسار وفيه خطط يعني اليوم نحن راجعنا من سنة 1994 لسنة 2020 يعني خلال هالفترة هايدي خلال تقريبا 26 سنة منشوف انه موازنتي الزراعة والصناعة كانت تشكل 0.4% من اجمال الموازنة العامة يعني اقل من نص بالمية كانت مخصصة للزراعة والصناعة يعني 85 مليار اللي هو مبلغ لمشي وبالتالي لو يتوجه لبنان الى الانتاج في الزراعة والصناعة يحتاج الامر الى سنوات ان لم يكن الى عقود فمنلاحظ انه كل الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال حتى اليوم ما هتمت بتنمية هالقطاعات الانتاجية بالعكس كانت عم تدمر او كان بمحلات معينة في تدمير منمنهج لقطاعات الانتاج فاذا مناخد الميزان التجاري من الفين من الف وتسعمية وثلاثة وتسعين لحد من الف وتسعمية وتسعين لحد الالفين وعشرين منشوف انه لبنان استورد سلع وبضائع بقيمة 355 مليار صدر بقيمة 64 مليار اي بعجز 291 مليار خلال هالفترة يتصور انت في 291 مليار ظهروا لبرا لنستورد اشياء كان فينا نصنعها بلبنان لو عملنا سياسة انتاج وبديقول حتى الاربعة وستين مليار اللي هني صادرات لبنان هني بقسم كبير منهم استيراد دهب ومجوهرات من الخارج واعادة تصنيع بلبنان وتصديرها الى سويسرا لذلك بالسنوات الاخيرة الوجهة الاولى للصادرات اللبنانية هي سويسرا شو منصدر لسويسرا منصدر دهب منعيد تصنيعه وشغله بلبنان ومنصدره لاله فاذا هذا العجز اللي قيمته 291 مليار بالميزان التجاري من سنة التسعين لالفين وعشرين هذا احدى القوارس البلد وبالتالي ما كنا عم نبني على قطاعات انتاجية بيجي عندك الكارسي التانية اللي هي العجز المستمر بالموازنات العامة كمان من التسعين لليوم ما كان عنا ولا موازنة التزمت بنسبة العجز يعني حتى اذا بدك تاخد اخر موازنتين بالالفين واثنة عملنا موازنة كنا عم نقول العجز 18 بالمية وصلنا ل 35 بالمية فهيدا هيدا الامر التاني يعني في عندك عجز بالميزان التجاري عجز بالموازنة العامة العجز الموازنة العامة عملنا كارسي تانية شو هي الدين العام متل ما بنعرف نحن اليوم الدين العام بسنة 1993 كانت يمتو 6641 مليار ليرة يعني 5.7 مليار دولار وصلنا اليوم نحن ل 92 مليار هاو 92 مليار وهوني كمان الشي اللافت انه هاو 92 مليار منهم 90 مليار هي الفايدة كيف انت دينك اللي هو هالآد الفايدة طلعت تقريبا بتمثل 92 في 90 مليار منهم هي الفايدة وهلا اليوم بدي يقول شغلي كمان بالإزم من كل الخبراء بيطلعوا الخبراء بيحكوا بيقول شي كتير مهم اللي حصل اليوم تراجع سعر صرف الليرة يعني تراجع الدين العام هذا لا كلام غير صحيح لانه اليوم بدي يرجع ذكر بسنة ال94 وقت البلشت الحكومات اللبنانية المتعاقبة تحويل الدين من الليرة الى الدولار كان في ناس أهمهم سريم الحس والرئيس الحسيني وغيرهم طلعوا قالوا الأمر خطير ونجاح وكيم وزيح الخطيف هذا الأمر خطير أنه نحول الدين من الليرة نحن من ملكها لدين بعملة أجنبية ما عنا مصادر منها إلا ما بيحولون اللبنانيين من الخارج وصلنا اليوم لأعطيك بس مسألة نختم فيه اليوم الدين العام اللي عم نقول نحن 92 في 33 منه مليار بالدولار والباقي بالليرة اللبنانية فانهيار سعر صرف الليرة الى 4000 صحيح بخفض الدين العام من 92 مليار ل 55 مليار دولار نعم يعني بنسبة 40% شي كتير مهم لكن بالليرات اللبنانية هاد دين العام اللي هلأ قيمته عم نحكي عن 138 ألف مليار رح يرتفع إلى 222 ألف مليار يعني رح يزيد 60% وهو لأنه نحن أصلا بدنا نعتمد على الليرة اللبنانية لأنه اللبنان دخلوا بالليرة اللبنانية وبالتالي في خطورة بموضوع تراجع سعر صرف الليرة الدين العام نزل من 92 مليار ل 55 لكن بالليرات طلع 222 ألف مليار وضحب بدي أنهي بجملة وحدة 10 سواني لا لازم نخطو هو هذا الوضع كله بلشنا نشوف نحن ارتفاع بالجرائم السرقة بلبنان نعم خلال متوسط 2017 18 19 6 شهر كان عدد الجرائم السرقة 795 في النصف الأول من العام الحالي تفع إلى 1056 أي بنسبة 32% وهذا مؤشر كتير خطير أنه نرتفع خلال 6 شهر بهذه النسبة إذن هذا مش عم قول قدر برجع بقول هذا ناقوس خطر حتتبلش القوى الأمنية واللبنانيين ياخدوا الحيطة والحزر من هالأمر لمع الأسف كل ما تراجعت الأوضاع الاجتماعية ممكن يتفاق شكرا لك محمد حسدين الباحث بدولي المعلومات مشاهدين بعض الفاصل من تابع بن مباشر بالفكرة الأخيرة صراع الإيراني الأمريكي بالمباشر شكرا لك